النادي الإسماعيلي انفرضنا بحمد إبراهيم مدير فني للنادي الإسماعيلي وأول لقاء للكابتن حمد مع المهندس يحيى كومي رئيس النادي الإسماعيلي وأكيد حيكون فيه استفسار على الكابتن حسني عبد الربو اللي مد ييده وقال أنا جاهز يا طرى حيكون موجود فين نروح على الهواء مباشرة مع زميلنا شريف عادل ونعرف الانفراد الجديد شريف تفضل تحياتي لحضرتك كابتن سيف ولكل السيدة المشاهدين النادي الإسماعيلي النهاردة كابتن سيف بيشهد مشهد حضاري للغاية تحت طبعا رئيسة باجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئيسة المهندس يحيى كومي تسليم وتسلم على أعلى مستوى كابتن حمد إبراهيم بيتولى مسؤولية القيادة الفنية النادي الإسماعيلي من الكابتن أشرف خضر القائم بعمل المدير الفني اللي كان من قبلهم من 48 ساعة كان الكابتن أشرف خضر بيستلم من مستر خوان براون في مشهد حضاري أيضا المشهد كان شكله حلو كابتن سيف النهاردة ما بين جهاز فني سابق وجهاز فني حالي رسميا الكابتن حمد إبراهيم مدير فني ممكن معنا طبعا الكابتن حمد ولكن في البداية متواجد المهندس يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في وجود الأستاذ عاطف زايد عضو مجلس إدارة وكل أفراد مجلس الإدارة نهاردة كانوا المجتمعين المهندس خالد زين أستاذ حتم حجازي كل أفراد مجلس الإدارة كمان موجود معنا في المشهد الكابتن أشرف خضر المدير الفني السابق والكابتن حمد إبراهيم المدير الفني الحالي اللي هم قاعدين بقى بيرتبوا الأوراق أكيد كابتن حمد هيبدأ مهمته بداية من مباراة الجونة كابتن أشرف خضر بيطلع على بعض التفاصيل أو كل التفاصيل الخاصة بالفريق المشهد جميل قوي طبعا باشمانس يحيى في البداية قبل ما نتكلم في أي حاجة بنتكلم على الشكل الجميل اللي احنا شفنا النهاردة داخل نادي الإسماعيلي والأجواء الحلوة قوي في التسليم والتسلم وده الأهم يا باشمانس البعد ده بيبقى بعد مهم جدا يبقى الشكل الظهر بالشكل الإيجابي ده الحمد لله بنشكر ربنا وربنا يوفقنا وده شيء متوقع لأن كلهم كانوا بيلعبوا في الإسماعيلي كابتن حمد كان بيلعب إسماعيلي كابتن أشرف نجمي كبير في الإسماعيلي وقبل كده هو كان مدير فني فقعني هو دول يعني بنشكر كابتن أشرف الحقيقة بنشكر طبعا كابتن حمد إنه يتخبل مهمة نتمنى له التوفيق وهي مهمة جديدة وسقيلة ونتمنى له إن شاء الله يكون قدها بيدود إن شاء الله بسميا الإعلان عن تشكيل الجهاز الفني نادي الإسماعيلي باشماندس يحيى اللي أكيد بيدم الكابتن حمد إبراهيم الكابتن عطية السيد الكابتن أحمد سمير فرج متواجد مكمل الكابتن سيد توفيق كمدرب لحراس المربو يمكن استفصال الكابتن سيف في البداية وكان ليه مداخلة مع الكابتن حسني عبد الربو وكان هو هيبقى موجود في جهاز الخور كان الكابتن سيف يستفصل في البداية من حضرته والله يا كابتن سيف طبعا إحنا كنا نتمنى إنه يبقى حسني معنا لكن طبعا كابتن حمد إبراهيم بحكم إنه هو مدير الجهاز الفني هو رأى إنه مش وقته وقت المناسب دلوقتي فهو اختار المجلس وحنا وفقنا عليه فهيبقى حسني إن شاء الله معنا في اللجنة الفنية وهو أعتقد مش هيعارض وهيبقى معنا برضو وبما لا تعرض مع عمله في التحليل وكده فهذا شيء هيبقى جميل يعني وهيبقى إضافة لنا وجود حسني معنا في الندر الإسماعيلي حقيقة يعني وده هيساعد برضو لأنه هو اللجنة الفنية بتشرب على برضو على الفريق الأول واختاع الناشئين هي ده دورها وبالتالي هيبقى برضو لها عمل مع كابتن حمد برضو مفيش مشكلة اختيار حضرتك بالتأكيد للكابتن حمد إبراهيم أكيد كان بناء على تحليل من مجلس الإدارة ورؤية أكيد من اللجنة الفنية الحالية وخاصة أن الكابتن حمد كان ليه تجربة متبيزة جدا مع نادي الإسماعيلي في الموسم الماضي أو كان الكابتن أب جلال طبعا كان مدير فني ولكن كان تعرض لوعقة صحية لكن الكابتن حمد كان قادر الفريق في ست مباريات متتالية وحق الانتصار وكمان يعني ابن من أبناء النادي الإسماعيلي وضل دفعنا أن احنا نتعاقد معه ونتم تعاقد معه احنا كان قدامنا على ناس كتيرة جدا وكان آخرة يعني كان فيه مفضلة من كابتن حمد وهو مستر شيفر اللي هو الألماني بتاع المنتخب الكابر والزمان مشهور فطبعا احنا اختلنا في الآخر كابتن حمد وبالتالي ده شيء بن اعتز به وربنا يوفقه نتمنى له التوفيق احنا عملنا كل حاجة عايزين بس دعاء الناس وتوفيق الناس لنا لأنه هو توفيق رب العالمين وهو ده الأساس يعني هو الجم بتاع مثلا معالش بتعبير مجيب بالرقب يعني يعني جم فطيس ايوه هم عمل مجهود مش بقولك كم عمل مجهود جامد يعني بس أنا بقولك هي دي نتيجة المجهود رب العالمين اللي بيكتاد ربنا بيس يقوله بالتوفيق ان شاء الله فهندعم ربنا يوفقنا يعني ان شاء الله جاهز الفني السابق يعني طبعا او قائم بعمل المدير الفني في فترة كانت قليلة ثلاثة ايام بس اللي فاته كان متواجد برضو الكابتن اشرف خدر سيلة حضرت طبعا كابتن اشرف خدر ده له فضل كبير أولا هو هيرجع تاني اللجنة الفنية برضو معنا وهيبقى مليه دوره معنا ان شاء الله فهو رجل حقيقي رجل مناضر مع نادي الإسماعيلي وده هو شرف كبير واحنا بنشكره ونقدمه كثير الشكر الحقيقة هو وكابتن معمد حمص الحيان